أهلا بالمتابعين الكرام بعدما قدمته في الحلقات الثلاثة الأخيرة عن القرآن فيما يخص مادة الفيلولوجيا وخصائص تكوينه والتوصل إلى نتيجة مفادها أن القرآن هو كتاب القراءات والفصول لكسيناريوم أو لكسيناريوس بدليل أنه يحتوي مقاطع من الكتب المقدسة السابقة له ووجود كلمات لترجية لها نفس المعاني قد وردت في هذه الكتب بالإضافة إلى وجود تشريعات جديدة أو أنه أقر بعض تشريعات هذه الكتب المقدسة والتفاعل المباشر مع المجتمع الذي جاء فيه القرآن من خلال ما ورد فيه من تساؤلات بين قوصين يسألونك عن كذا لقد بعت لي بعض المشاهدين والمتتبعين عفوا بسؤال عن علاقة القرآن بالقراءات والفصول والقراءات المختلفة المعروفة بين المسلمين بالقراءات السبع والقراءات العشر الرسمية المتداولة بينهم وهل مقصود بها قراءات الفصول أم لا وحبدا لو تحدثنا عن هذه القراءات المختلفة وعلاقتها بالأحرف السبعة وهل ظهرت في عصر الرسول أم هي نتيجة نتيجة لبداية الحرف العربي في فترة ظهور الإسلام هذه الأسئلة مهمة أشكر كل من ساهم في طرحها وساعد في تسليط الضوء على مواضيع غير واضحة لشريحة كبيرة من المجتمع المسلم عندما نقول القرآن هو كتاب قراءات وفصول لكسيناريوم أو لكسيناريوس فهذا يعني كما قلت قراءة مقاطع من الكتب المقدسة السابقة بمناسبة ذكرى سنوية لقصة معينة على سبيل المثال قصة موسى وصيام عاشوراء فاليهود بحسب التوراة يصومون اليوم العاشر من رأس السنة العبرية روش هاشاناه ويسمى يوم كيبور يوم التكفير والغفران تطبيقاً لوصية التوراة في صفر اللاويين إصحاح 16 من العدد 29 إلى 34 حيث جاءت الإشارة إليه في صورة البقرة الآية 183 تقول الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فبحسب المراجع الإسلامية فإن الرسول محمد كان شديد الحرص على صيام عاشوراء ويوافق اليوم العاشر من رأس السنة الهجرية وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهودة الصوم عاشوراء بين قوسين العاشر من روش هشنا فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصومه فقال فهذا يعني أن رأس السنة العبرية يوافق تماما رأس السنة الهجرية في عصر الرسول إلى أن طبق المسلمون حذف أيام النسيء بحجة تحريمه في صورة التوبة الآية 37 هذا بالنسبة لأهل السنة أما عند الشيعة فعاشوراء لا تمثل لديهم يوم احتفال بعكس السنة لأنه يوم مقتل حسين بن علي في معركة كربلاء الشهيرة والامتناع عن شرب الماء عندهم يرمز لعطش الإمام الحسين في هذه المعركة وهو يوم مقدس كذلك عندهم كما تلاحظون فالقرآن كتابة قراءات وفصول ولا يعني بها قراءات النص على أوجه مختلفة كقراءة ابن عامر الدمشقي أو ابن كتير أو عاصم أو غيرهم من القراء فقراءة هذه الفصول هي قراءات من لغات أخرى بلسان عربي كما رأينا في الحلقة الماضية كمثال عبارة إنجيل يحنى الشهيرة الحق الحق أقول بالإصحاح الخامس العدد 24 باللغة اليونانية حيث جاءت في صورة صاد الآية 84 قال فالحق والحق أقول بلسان عربي مبين أظن أن المعنى تضح هنا من خلال هذه الأمتلة أما فيما يخص القراءات المختلفة من النص القرآني والأحرف السبعة فهذا موضوع آخر نتجى حسب رأيي عن الحالة التي دون بها القرآن في بداية جمعه وقبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه الحالة يجب تطرق لنقطة مهمة وتوضيحها لمساعدة المشاهد على فهم بعض الخلط الذي يحصل أو يقع بين القراءات السبع والأحرف السبعة نبدأ بمفهوم الأحرف السبعة هناك حديث في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلف في قراءة سورة الفرقان فاحتكم للرسول الذي أقر لهما بصحة القراءاتين ثم أضاف بين قوسين إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه إذن نحن أمام قراءة شفاهية من صحابيين أمام الرسول أقر بقراءتهم ولم تخبر ولم تخبرنا عفوا المراجع الإسلامية عن نوع هذا الاختلاف لهذا اختلف علماء الإسلام في المراد بالأحرف السبعة وصل إلى خمسة وثلاثين قولا من أشهرها القول بأن المراد بها سبع لغات متفرقة في القرآن العظيم فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هديل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وكذلك سائر العرب وليس المراد أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه طبعا كلمة لغات هي استعارة فقط وإنما المراد بها لهجات فاللهجات العربية وحدت فيما يسمى باللغة العربية وبما أن القرآن كتاب الفوصول والقراءات كما قلنا وهذه الفوصول كانت في الأصل بلغات مختلفة على رأسها اللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة السوريانية وتيسيرها بلا شك يعني قراءتها بلسان عربي فبهذا التيسير أو الترجمة يمكن قراءتها بلهجات عربية مختلفة وبتعبيرات مختلفة فيختلف لفظ الكلمة من لهجة لأخرى لكن المعنى لا يختلف ولهذا نجد في كتاب الإبان للقيسي قول الطبر وهو يوافق تماما ما ذكرناه الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن إنما هي تبديل كلمة في موضع كلمة وهذا القول له ما يؤكده نسبيا في مخطوطات القرآن القديمة وعلى رأسها طرس صنعاء دي آئم سفر واحد شرط سبع وعشرين نقطة واحد حيث تختلف الكثير من كلماته عن كلمات المصحف الذي بين أيدينا فعلى سبيل المثال الحصر نجد في سورة توبة الآية ثلاثة وسبعين ومأواهم جهنم يقابلها في النص السفلي لطرس صنعاء الرقعة ستاش وجه ومأواهم النار إذن المصحف الذي بين أيدينا جاء بالكلمة جهنم على أصلها في اللغة العبرية جوهانوم بينما في طرس صنعاء الكلمة بين قوسين نار جاءت بلسان عربي مبين ولعل ظهور مصاحف مختلفة عديدة لبعض الصحابة كعبد الله بن مسعود أبي بن كعب علي بن أبي الطالب وغيرهم في عصر الخليفة عثمان بن عفان كما تفيد العديد من المصادر الإسلامية يفسر هذا الاختلاف بين المصاحف خلاصة القول الأحرف سبعة لم يحسم في أمرها أو في معناها جل علماء الإسلام وتركوها مفتوحة على باب الاجتهاد وبالنسبة لي واعتمادا على علم الفيلولوجيا فهي تعني الترجمات المختلفة الممكنة بحسب اجتهاد صاحب القرآن وعندما قدم عمر بن خطاب القراءة التي حفظها من الرسول في صورة الفرقان وأقر بها الرسول ما هي سوى تيسير وترجمة أخرى قدمها الرسول نفسه لهشام بن حاكيم لنفس الصورة فتعددت الأحرف والرقم سبعة لا يراد به العدد بل إنما هو على سبيل الكترة والتسهيل فلا خصوصي للعدد والله أعلم انتهى الاقتباس كما جاء في القراءات والأحرف السبعة للغفاري نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء لتكملة الموضوع في الحلقة القادمة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر